هيدا اللي في العصبي من بره موجب ومن جوه شوف حلو كتير هلأ هون لما حكينا على المنبهات دون العتبوية شوفوا شلون فما وصلت لنائس 55 تمام طيب هنكفي هاي انت هاي وين صارت هاي وصلت للنائس 55 صارت حد العتبة بعدين طلعت وشكلت كمون عمل تمام هاي اسمها هاي شوكة كمونية طيب وبعدين شوفوا بقى الشيون بصير كمون العمل الأول شغلة حتى يصير كمون عمل لازم نوصل لحد العتبة أوكي وصلنا للنائس 55 بعدين بدنا بلش تمفتح أواشي قنوات الصوديوم طيب تشوفوا شلون هلأ حنحكي على قنوات الصوديوم أوكي خلينا نشوف هلأ لما حتمفتح قنوات الصوديوم شللي حيصير تمام وكيف حيطلع الكومون والشوكة الكومونية خلينا نلاحظ هذا الشيء مع بعض خلينا نشوف شوفوا شلون هلأ بدنا تفتح قنوات الصوديوم وكيف حدثوا كم واحدة هذا شو زوال استقطاب جزئي تمام طيب شايفين شوارد الصوديوم بكميات قليلة هلأ شوفوا شفتحة قنوات الصوديوم بكميات كبيرة طلعوا 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 طيب هلأ يوقف هون شايفين شلون كان هون هم يفوتوا هم يفوتوا الشوارد الصوديوم وهون شو هم يصير عم يصير زوال استقطاب شان زوال استقطاب يعني عم يتغير الاستقطاب لحتى يبدو يوصل لزائد 30 طيب فحنحط هون هاي 30 فبس يوصل لزائد 30 وبيعمل stop لاحظوا هلأ هون عند الزائد 30 بس وصلت لفوق للشوكة الكومونية للرأس خليلو نقود فهون كومون الغشاء وصل لزائد 30 هنحط عليها زائد هلأ شوفوا شو بصير هلأ بدي تسكر قنوات مين قنوات الصوديوم حتمفتح مين قنوات البوتاسيوم تعال نشوفوا سوا هاي الصوديوم هلأ شوفوا شلو حتتسكر الصوديوم هلأ هون ميحكوا كيف لما حينتقل كومون العمل من نقطة لنقطة من نقطة لنقطة هلأ خليلو نشوفها معالج شايفين شنا عم يتبدل الاستقطاب شايفين كيف هون كان موجب صار سالب تمام وهون انقلب الاستقطاب كان سالب صار موجب هدول سموان تيارات محلية هناخدهم بالدرس السادس هلأ نحن وصلنا وصل لزائد 30 بس هون يمود هاي زائد 30 مشي؟ تمام؟ هلأ معناتها شو بصير لما بوصل كومون الغشاء لزائد 30 تغلق قنوات الصوديوم شفتو شلون سكروه ومين بتفتح؟ قنوات مين؟ هلأ بدأ تفتح؟ يلا خلوا نشوف تسوي مين هدول؟ اللي عم يطلعوا شوارد البوتاسيوم معناتها تفتح مين؟ قنوات البوتاسيوم وشو بيصير؟ وتتدفق شوارد البوتاسيوم نحو الخارج شفتو قبل شوي؟ لكم تمام؟ تمام؟ اوكي شفتو المنحنه كيف عم ينزل هاي؟ تفينو؟ اوكي طيب هلأ بس لاحظوا شغلة عم يطلعوا عم يطلعوا عم يطلعوا تدفق شوارد البوتاسيوم بكميات كبيرة شوفوا شو صار شوفوا شو صار هون كان ناقص سبعين نزل تحت ناقص سبعين يعني اكتر بس عم نزل ناقص ثمانين اوكي اوكي؟ او هون شو صار؟ صار شي اسمه فرط الاستقطاب اوكي؟ هون شو اسمه فرط الاستقطاب معناته ليش صار فرط الاستقطاب نتيجة تدفق شوارد البوتاسيوم خارج الخلية بكميات كبيرة معناته هاد شو اسمه؟ هون عنا ازالة استقطاب هون عودة استقطاب هون شو صار؟ هون صار فرط الاستقطاب هين اللي بدير يرجع لوضع الطبيعي؟ برطي يرجع هون البوتاسيوم ويرجع بالسوديومات اللي، طلعنا ادخلناهم و بدنا نعيد مقابل استعادة شاردتي بوتاسيوم شو ادخته السوديوم شو بتساوي بتطلع ثلاث شوارد سوديوم نحو الخارج مقابل استعادة شاردتي شو شاردتي بوتاسيوم طيب هلا بس نحنا ما منقول منطلع اوكي ما منقول تنقل طيب طبعا مع صرف طاقة اي تي بي بالنقل النشط اوكي طيب خلونا نشوف هلا شو اللي بدا تساويه هاي المضخة شوفوا شو ساوت هلا المضخة بعد ما صار فرط الاستقطار تمام تمام طلعت ثلاثة سوديوم لبره مقابل تنقل ثلاث شوارد سوديوم نحو الخارج مقابل استعادة شاردتي بوتاسيوم نحو الداخل مع صرف طاقة اي تي بي طيب هلا هاي بقى شو عملت طلعوا لي هون بقى هون شو عملت رجعت لشو تعونوا تفرر شوفوا هاي هون شو رجعت لكمون الراحة معناتها شو التبدلات ما التبدلات في استقطاب الغشاب بدءا من لحظة توصول الى حد العطبة واحد هون حد العطبة 2 طبعا هون 30 هاي حد العطبة 2 ازالة استقطاب 3 هاي رقم 2 3 عودة الاستقطاب 4 فرط الاستقطاب وخمسة شو عمل كومون الراحة 3 هاي دا السؤال مهم رتب تبدلات في استقطاب الغشاء بدءا من لحظة الوصول الى حد العطبة اوكي يلا خلونا نرجع للدرس للكتاب اوكي هلا هون شو كابين الاحظ شكل الاتي اين اضع كلا مسرية رسم الاهتزاز وين حطيناهم حطيناهم على السطح الخارجي للليف واحد على السطح الخارجي للليف والتاني وين شكينا جوا على السطح الداخلي طيب باستخدام منبه عطبوي يظهر شو على شاشة مجموعة من التبدلات في الكومون بشكل موجة مؤنفة وحيدة الطور يلي هي سميناها شو الشوكة الكومونية هون لنعرف شو يعني مصطلح الشوكة الكومونية جا سؤال دورة طبعا شو يعني ما اكتب لكم مصطلح يعني هي مدرر نحفظها بحزافير الكلمة فهي ممكن تجي بخيارات طيب حلا حكينا على الشوكة الكومونية كومون وحادة الطور اتفقنا هون انه ازالة متدرجة في كومون الغشاء لحتى يوصل لناقص 55 حد العتبة معناتها وقتها انه رتب تبدلات في استقطاب الغشاء جاي سؤال دورة هدا سؤال مهم رتب تبدلات في استقطاب الغشاء بدءا من لحظة الوصول الى حد العتبة فمنبلش بشو بحد العتبة رقم واحد اتنين ازالة استقطاب ثلاثة شو اسمه عودة الاستقطاب واربعة هاي واحد هطلون اخضر هاي واحد حد العتبة اتنين ازالة استقطاب ثلاثة عودة الاستقطاب اربعة فرط الاستقطاب وخمسة كومون الراحة اوكي طيب علم القنوات التبويب الفولتية طبعا هدون شو اسمون القنوات قنوات تبويب فولتية يلي بكمون العمل اسمه فولتية بكمون الراحة شو اسمه تسرب بروتينية كومون الراحة قنوات تسرب بروتينية مفتوحة دائما مفتوحة باستمرار اما الفولتية فهي تغلق وتفتح اوكي بحسب فرق الكمون على جانبي الغشار اوكي طيب هلا هون خلونا نشوف شو السؤال ما القنوات تبويب الفولتية تفتح في كل مرحلة اوكي بزالة الاستقطاب مين مفتاح؟ الصوديوم اوكي لبعدين لما نوصل لزاق ثلاثين شو بصير؟ تغلق قنية السوديوم تفتح قنوات الفولتية الخاصة بالبوتاسيوم طيب عند فرق الاستقطاب تغلق البوتاسيوم تنشب مضخة صوديوم بوتاسيوم ليعود لغشار وضع الراحة طيب في اسئله احطت لكم ياهم بالملف تبع البي دي ايف شو زفت قنوات السوديوم او القنوات الفولتية للسوديوم شو بتعمل؟ شو؟ يلا تفتح بتتدفق شوارد السوديوم الى داخل الليف ليصلكمون الغشار الى زائد ثلاثين وينتج ازالة استقطاب طيب شو وظيفة قنوات الفولتية للبوتاسيوم؟ تدفق عبرها شوارد البوتاسيوم الى خارج الخلية وتبدأ عودة الاستقطاب طيب هلا ماذا ينتج عن تدفق شوارد السوديوم الى داخل الليف بكميات كبيرة طبعا؟ هلا ازالنا بكميات قليلة فشو منقول ازالة متدرجة في كومون الغشار نمام؟ اما ازالنا بكميات كبيرة فهو شو بيعمل؟ تفتح اوكي ماذا ينتج عن تدفق شوارد السوديوم الى داخل الليف بكميات كبيرة شو بصير؟ ازالة شو استقطاب؟ طيب ماذا ينتج عن تدفق شوارد البوتاسيوم؟ شوارد البوتاسيوم شو بصير؟ عودة استقطاب طيب اكتبولي هاد السؤال اتبهولو ماذا ينتج عن تدفق شوارد البوتاسيوم بكميات كبيرة نحو الخارج؟ تبوها بكميات شو؟ بكميات كبيرة بوتاسيوم بكميات كبيرة نحو وين؟ الخارج شو بصير؟ فرض استقطاب طيب ماذا ينتج عن فرض الاستقطاب؟ شو بصير فرض الاستقطاب؟ مين بشتغل؟ تغلق اغنية البوتاسيوم وتنشط من مضخة سوديوم بوتاسيوم كرمات شو ليعود لوضع الراحة؟ فسر ليش تنشط مضخة سوديوم بوتاسيوم عند فرض الاستقطاب لعودة الغشاء ليعود الغشاء الى وضع الراحة؟ طيب شوفي كمان ماذا ينتج عن وصول كمون الغشاء الى زائد الثلاثين؟ تعالوا نشوف وين هاي؟ زائد الثلاثين شو صار هون؟ تغلق اغنية شو؟ السوديوم هون هون تغلق وتفتح قنوات التبويب الفوتية الخاصة بالبوتاسيوم تشوفي كمان اسئلة بس بكفي ما؟ اوكي يلا خلينا نقلب على الصفحة اللي بعدها الصفحة اللي بعدها سألين سؤال في اي مرحلة تنشط مضخة سوديوم بوتاسيوم؟ وين اتفقنا؟ وين يا جماعة بفرض الاستقطاب؟ طيب هلا في سؤال تبهوا عليه قال لا تستجيب الخلية العصبية للمنبهات في زمن الاستعصاء المطلق وتستجيب للمنبهات القوية في زمن الاستعصاء النسبي بس با هدول اسئلة تفسر ومهمة وجاية منو اسئلة دورات لا تستجيب الخلية العصبية للمنبهات في زمن الاستعصاء المطلق فسر ذلك خلينا نرجع له هون طيب تعالي أحكي لكم شمي أنت وقاعد في ساطح الموبايل تمام أنت تحكي معرفيئك على الواتس أما كم تناديلك تناديلك تنادينا أنت عم تنبه شيء؟ نوو نهائيا ليش؟ لأنه خلص أنت عم تشتغل أصلا متنبه طيب خليه نشوف هون الخلية شو بدأ تساوي الخلية هون زمن الاستعصاء المطلق زمن الاستعصاء المطلق تعالوا نشوفه هون هاقربكم هيك ها chauff زمن استعصاء المطلق ماتشي؟ تركوني هلأ من الرسميل زمن الاستعصاء المطلق ها نعمله من هون هاون هذا مطلق ومن هون لهون هذا النسبي هلو؟ هيدا النسبة شوفوني هون مين المسكر يلا مين القنوات يلي هي مسكر هون 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 شو تغلق اقنية استوديوم معناتها تسكرت اقنية استوديوم هي اللي بتبلش كمون جديد كمون عمل جديد لحتى تنفتح لحتى يصير في كمون عمل جديد فبالاستعصاء المطلق شو بيكون اقنية استوديوم شبه مغلقة تمام طيب معناتها ما بتنفتح امتا بترجع بتنفتح امتا لحتى نوصلنا شو لحتى نرجع نصير بوضع الراحة بس تصير انت وتخلص بوضع الراحة تمام فتحسن تستجيب لامك مصبوط تمام فنزالك شو الجواب الفسر لا تستجيب الخلية العصبية لمنبهة في زمان استعصاء المطلق ليش بسبب عدم فتح مين عدم فتح قنوات السوديوم الا عند العودة لوين لوضع الراحة او لكمون الراحة انتا شو الجواب عدم فتح قنوات السوديوم الا عند العودة لكمون الراحة طيب تصير حلو طيب هلا انت يعني بعد ما يعني صرت باخر المكالمة بس لسه ما سكرت بس لسه عم تحكي مع رفيقك تمام بس لسه يعني حلاص لا تسكروا اجت امك ونكشتك اوكي فنبهت ولا ما تنبهت نبهت بس شو هاي النكشة للمنبهات القوية ها طبعا بس شو نكشة مرتبة هذا اللي ما برد على امه اوكي طيب معناتها قال خلال زمن استعصاء النسبة شو تستجيب الخلية للمنبهات القوية فقط طيب ليش القوية فقط ليش لانه خلا نشوف مين اللي مسكر هون ومين مفتوح هون بهاي المسافة من هون لهون مين مسكر مين استعته مسكر معناتها بقاء قنوات مين قنوات استوديو شبا مغلقة حلوقتي هاي واحد معناتها هون في جوابين تبهوا لما يكون في جوابين باسمو العلامة يعني هي فسر عليها عشر علامات تير اسئلة فسر مهمة جدا جدا اوكي يعني عليهم خمسين علامة هدو كل سؤال لانه بيجو خمسة فسر كل سؤال علي عشر علامات هلا اذا كان السؤال فيه له شقين الجواب تبعه شقين سوري فبي اسمو بلونيها خمسة خمسة هون الجواب له شقين شق الاول انه بقاء قنوات استوديوم شو مغلقة خلص ما منا طيب مين اللي ظلهم مفتوح هون عم تفرط الاستقطاب مين ظل مفتوح كانت قنوات البوتاسيوم مفتوحة صار ام شو صار ليش صار فرط الاستقطاب هلا قبل شوي حكينا ليش صار فرط الاستقطاب شو صار فرط الاستقطاب فرط الاستقطاب نتيجة تضفق شوارد البوتاسيوم شو نحو الخارج طلت عم تطلع لبره 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 نحو الخارج بكميات شو بكميات كبيرة اوكي معناته شو منقول بسبق فرط الاستقطاب هذا رقم اثنين طبعا جواب ثاني الاستقطاب الناتج عن شو عن تضفق شوارد من البوتاسيوم نحو الخارج بكميات شو كبيرة تمام؟ لوين طبعا انتفقنا نحو الخارج والأول بقاء قنوات الصوديوم مغلقة عادة هو الجواء حلو؟ مضخات صوديوم بوتاسيوم شو وظيفتها؟ او شو من موقعه فهي في غشاء الليف حلو شو وظيفتها؟ ليس لها دور في تغيير الكمون ما بتغير الكمون العمل بل حفاظ على تركيز الشوارد على جانبي الغشاء هنا تشو وظيفتها؟ الحفاظ على تركيز الشوارد على جانبي الغشاء مشان تعمل التواصل طيب هلا قنوات الطبيب البروتينية الفولتية الفولتية وين توجد كمان في غشاء الليف هي كمان قنوات بروتينية؟ طيب وظيفتها تفتح وتغلق حسب فرق الكمون عن جانبي الغشاء ننذكر كثير اما قنوات التصرب البروتينية شو وظيفتها؟ نفس الشي هي توجد في غشاء الليف تكون مفتوحة اما الفولتية تفتح وتغلق هاي شو تحدد حركة الشوارد عبرها حسب ممال او تدرش التركيز نعمل مقارنات مينتون كمان تصرفي عنا واحدة خصوصي للصوديوم واحدة خصوصي للبوتاسيوم والفولتية كمان واحدة خصوصي للبوتاسيوم واحدة خصوصي للصوديوم ما ن طلع غير صوديوم لطلع صوديوم صعوصي لطلع صوديوم صوديوم شو بتعمل؟ باندخل صوديوم والبوتاسيوم شو بتعمل؟ بتطلع بس شو لكن هلا خليوني نحكي على فقرة مبدأ الكل والله اشتركوا في القناة